جولة أخرى من محادثات وقف إطلاق ناري تتعثر من جديد واستحالة من التشاؤم التي انتابت المفاوضين بسبب إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على البقاء في محور فلادلفيا وعدم وقف الحرب ومثلما انتقد مسؤولون إسرائيليون نتنياهو لعدم منح الوفد المفاوض التفويض الكافي بما يسمح له بالتواصل إلى تسوية وتحديدا بشأن محور فلادلفيا الذي تم تعبيده في إشارة من إسرائيل إلى عدم التخلي عنه كان الجمهور الإسرائيلي الذي يواصل تظاهراته في ميدان المخطوفين وسطة الأبيب وكبالة وزارة الجيش بالمدينة يوجه الاتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه المعطل لإبراهيم اتفاق يعيد الرهائن من غزة مطالبين باستقالته نود أن نخاطب الرئيس بايدن مباشرة ونقول له إن نتنياهو يعمل بشكل منهجي على نسف هذه الصفقة وعلى الرغم من الاتصالات العديدة التي أجرها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحضور وفد الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة بعد أن قاطع الجولة الماضية من المباحثات إلا أن المفاوضات توقفت عند إسرار إسرائيل على عدم انسحاب جيشها بشكل كامل من محور فلادلفيا الحدودي مع مصر واكتفائها بالانسحاب كيلو متر واحد مع إبقاء الباب مفتوحا أمام مواصلة الحرب بعد تنفيذ البند الأول من الاتفاق مع الفصائل الفلسطينية التي ظلت بدورها تصر على وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الكطاع يريد تخفيف الضغط الداخلي والخارج الذي يتعرض له وإظهار أنه يتجاوب مع المفاوضات وإلقاء لهم على الآخرين للاستمرار في مشروعه يريد الاستمرار في حرب ولذلك هو سيسعى لكسب الوقت لخلق أمر واقع في غزة يبقي السيطرة الإسرائيلية مطلقة أمنيا وأمام استمرار تعثر جولات المحدثات راح الوسطاء يبحثون عن صيغة تمكنهم من التوصل إلى هدنة إنسانية تتراوح بين أربعة أيام وأسبوع للتلبية الاحتياجات الإنسانية وإيصال طعوم شلل الأطفال إلى مختلف أرجاء قطاع غزة دون التخلي عن مواصلة البحث في مختلف الخيارات للوصول إلى وقف إطلاق النار وإبرام صفقة التبادل كلما حاول الوسطاء طي صفحة قضية خلافية يأتي لهم نتنياهو بقضية جديدة كحال محور فلادلفيا التي تعتبر قضية مستجدة ما يعكس نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي في الرغبة بعدم التوصل إلى اتفاق ومواصلة الحرب على غزة لقنوات أبو ظبي ماجد سعيد رام الله